نروح بعد كده بقى لخبر رائع امبارح كانت الاحتفالية السنوية الرائعة والراقية جدا تحت شعار قادرون باختلاف وشهدت طبعا كالعادة حضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي من اول يوم بيهتم جدا بزو الهمم ودعمهم في كل المجالات وكان فيه حوار انساني رائع بين فخامة الرئيس وابنائنا من زو الهمم لكن احد ابنائنا بقى من زو الهمم طلب في كلمته مع فخامة الرئيس الانضمام للنادي الاهلي والحقيقة ان كابتن محمود الخطيف فورا اصدر تعليماته لادارة النشاط الرياضي بتلبية رغبة الابن العزيز ومتابعة الامر وده بيأكد ان النادي الاهلي دائما في الموعد ودائما مع الدولة في تمكين ابنائنا من زو الهمم رياضيا ودعمهم في نشاطاتهم الرياضية